بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم في درس جديد هذا اليوم سنتعرف على أسئلة مادة النحو ومادة الأجرومر للمرحلة الثانية أكملاحظة مهمة بخصوص هذا الكتاب كتاب النحو اسمه باللغة الإنجليزية مورفالوجي هذا الكتاب يعني شوي هي مادة بيها حفظ هواية بيها تعاريف هواية فدير بالك على هذا الموضوع يعني أقرأ التعاريف يعني ممكن يجيك سؤال عرف خمسة مما يأتي أو إلى آخره يعني أنا أحس أول مرة يعني بتاريخ النحو يجي أسئلة تعاريف يعني ما مر عليه شيء أبداً إلا كتاب النحو المرحلة الثانية ممكن يجيب لك بتعاريف فإقرأ التعاريف الموجودة في مادة النحو المرحلة الثانية يعني ممكن المورفيم الباوند مورفيم فونيم لا الفونيم أنتم ما أعدكم بس صوت فونيم ممكن يجي هوموفونز وإلى آخره هنا السؤال الأول The number of morphemes عدد المورفيمات اللي موجودة بكلمة منز طبعا هنا اثنين عدنا من والإز ذو اللي هناك كتبت وهذا حسب رأي شخصي أنا قاعد أشوفه منز السؤال الثاني شوف الطريقة هنا عدنا الهوموفونز اللي احنا عدنا الـ ING دي يقول نوع الـ ING شنو هو هنا باكنج طبعا الـ ING اللي تكون هي ذرابل للفعل احنا عدنا ING للصفة وING للفعل وكذلك عدنا ING يعني الصفة و فعل وكذلك الحالات الأخرى اللي احنا أخذناهن يعني اللي هم الـ ER وأنواعها والآخر فهنا دا يتحدث عن الـ ING دا يقول شنو نوعها فهي للفعل باركينج فعل يعني ما نقدر نقول عليه صفة في الغالب اللي يكون قبله ISRAM يعني إذا لقينا فعل أو كلمة بها ING قبلها ISRAM وازور يعني فعل كينونه فراح تكون هذي هي وإحنا أخذناهن أيضا شارحين عنهن هواية باليوتيوب وشوفنا المواضيع هي مختلفة يعني كل سؤال وطالب من عندك فالدقضة معينة يعني أسئلة حقيقة يشوفها سهلة مو صعبة يعني مثلا عندك الثامن identify the base morpheme يعني حدد ال base morpheme هو live يعيش live يعيش هي ال base morpheme هنا عدنا هذا التقطيع موضوع التقطيع وإحنا أيضا متحدثين عنه يعني شون تقطع الكلمة هنا اكتب الالمورف ما للbegan الbegan شو صير الA صير A وانه بصير E وام تكتبين وتكتب الرسم الصوتي مالتين يعني يفضل تكتب الرسم الصوتي حتى تشوف التغيير يعني هو قيل لك اكتب الالمورف وإحنا ذاكرين شن هو الالمورف هو تغيير الكلمة نفسه بشكل آخر سؤال الرابع قيل ال underline حدد لي نوع ال homophones إحنا وعدنا ال ed للفعل يعني يعني راح نقول يعني راح نكتب عليها for verb variable form يعني صيغة الماضي صيغة الفعلية يعني ال ed هنا اللي عندي تمت إضافتها للفعل يعني هذي الprinted هذي فعل ليست ليست صفة سبب لأنه قبلها فعل you should read the printed وهي موجودة حتى الرموز إذا تكتبها رمز أو إذا تكتبها يعني ed مثلا variable variable ed يعني ed الفعلية ال ly اللي هنا عدنا the witness the witness هنا ad variable l y ال ly تكون للظرف أيضا تكون للظرف ليش للظرف لأنه هو هو الأستاذ من من ذاكر لك الجملة هنا testified من نشوف قبل الثعل إذن هذه للظرف إذن راح تقول هذه l y for adverb أو أو ال l y السؤال الثاني indicate the process of farming يعني نطيني طريقة التغيير الكلمة يعني شلون تم تحويل هذه الكلمة لأن موجودات كلهم بالكتاب يعني now هذه طريقة التقطيع يعني خبنينا ما أخذينا نحن كلهم موجودات بالكتاب يعني حقيقة أنا حاليا ما يحضرني بس موجودات كلهم بالكتاب يعني كل كلمة موجودة بالكتاب شون طريقة التحويل مالتهم زين هنا أريد الطريقة شون تمت الطريقة الثاني يقول أنطيني أصل الكلمة يعني ما أطيك الكلمة وقال لك أريد أصل هي يعني مثلا نكتب لك dr أنت تكتب لك doctors يعني مثلا يقول لك broth أنت تقل broth source وهنا أيضا قال لك RV تنطي أصل أيضا وجودة بالكتاب ما شوي الباقية مووضحات يعني الصورة مووضحة يمي يعني إن شاء الله هي أوضح لكم الأسئلة الفكرة مات الأسئلة شوف هنا نفس الأسئلة اللي أخذناها قبل شوية يعني كل سؤال علي فكرة يقول لك write the alamorf لالامورف 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 لسي سي سو سين وتكتب رسم الصويت وياهن بعد أفضل أس فيلز فيلز هي شنو معناها الأس أس الشخص الثالث هنا أس الشخص الثالث أنا أقال لك ال ال أيضا للفعل فاب أيضا تعتبر إنجا قبلها فعل identify the base morphing محدد the base morphing هنا light though ليجا ممكن نحولها إلى صفة هذه موجودة أيضا بفصل 11 أو 12 ما أذكر يعني شون نتحولها للصفة يعني متعة شون نتحول هذه كلمة إلى الصفة موجودات ذن التحويلات فلازم أنت تركز عليهم زين بعدش عندنا نمط أسئلة indicate the process انطيني طريقة التحويل اللي تمت هاي الكلمة دني كل الموجودات بالفصل العاشر انطيني أصل كلمة dorm موجودة بالكتاب أيضا كذلك عندنا تعريف الإيكايزم اللي هو يعني معناه جيب الكلمات من أصل الصوت والها نوعين صناع الصناعي وطبيعي موجودات بالكتاب وأيضا نحن شارحين سيكواش هي أصل ها كلمتين ما نذكر هن بالضبط موجودات أيضا بالكتاب بالنحو أيضا بالفصل العاشر كلمة كوك تمت بطريقة الارتبليكيشن آخر صيغ من صيغ يعني تكويل الكلمات بشابتر العاشر بشابتر العاشر أنطي كلمة أصل هذه الكلمة ما وضحة يمي يريد أصل ها إيقوال the process of forming new words now and then is called new words الشوية مو واضحة يعني الفكرة موالتها يعني عملية تكوين الكلمات الجديدة يعني قصدة لناو now of the words now now الآن هي مو الآن هي أكو عليها وحدة يعني موضوع التقطيع أو هشي ففكرة هذا النقطة الأخيرة ممهمة يعني شوء قصدة بالضبط الأستاذ forming a new words يعني إنتاج كلمات جديدة ما عرف يعني شن فكرة الأستاذ ما عرف هاي النقطة حقيقة بها غمض يعني ما واضح كليش فهي هذي فكرة الأسئلة لا ننسى التعاريف يعني هم عدت هنا حتى هنا الأستاذ جايب تعاريف يعني إيكوائزم الواحد يحاول قد ما يقدر يسأل أسئلة الطلاب اللي قبل بسنة يعني هذا موضوع جدا مهم حاول تركز على أسئلة الطلاب اللي كانوا قبلك بسنة يعني هسا انت مرحلة ثانية شوف طلاب المرحلة الثالثة شوف لك طالب طالبين اسألهم قلهم شلون تجن مطل الأستاذ شي يجيب شنو فكرته يعني حاول تبحث عليك مواضيع وإن شاء الله احنا حاضرين اي سؤال او استفسار تركوني دزوني برسالة وإحنا ان شاء الله نجاوكم